السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. نعم الله يسلمك. تفضلنا. ربنا احفاظك واركسيك والله. تفضل يا رب. دلوقتي يا شيخنا انا دلوقتي رجل متزوج. وتزوجت على زوجتي. وهي عاملة معايا مشاكل. وانا بصرف على ولادي من الف لجاء زي ما بيقول. دعطي ولادي كل المصاريف بتاعتهم. من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وكل حاجة. لقيتها اه عاملة قضية نفقة. فانا قلت لها انت الحلال انت اتوقع على قضية النفقة دي انا كده كده بصرف عليها. فهي ادراتي مصممة ان هي مقتمش في قضية النفقة. انا دلوقتي لو انا امتنعت عامل اقسم على عيالي ولا عامل ايه بالوقت. عشان خاطر يعني اه. افوا افوا. يعني انت تنفق ومع ذلك يا رفع قضية نفقة. نعم نعم. ماذا تريد يا من وراء هذه القضية. ما عارفش انا قلت لها يا ذلك الحوال المحاكم مش هجبلك. انا اسمك سؤالا يعني عفوا. يعني اتخذت هذه وسيلة ضغط من اجل ان تطلق ولا ايه بالضبط. زي اه هي كانت رفع عضية خلقة ورجعت اه اه اول لازمة مراحة اه وقالت انا مش هعمل خلقة. طب انت زي ما تنزيك على خلقة ما تتنزى على اه على النفقة دية. لان انا اصلا بصف على الاولاد الكلام ده لما انا اصيبش على الاولاد. يعني انا حتى قلت لها المحكمة مش هجبلك ما خريفش اه نوادي ديك ورجعيان مش هجبلك اه خريفش اه. هل وقع عليها او ضرر بسبب زواجك? نعم. هل وقع عليها ضرر بسبب زواجك? لا خالص. انا بس السوا لا اعرفش يعني ممكن في واحد يأتي بالزوجة الثانية يضعها مع الزوجة الاولى في شقة. لا ده ضرر. لا ده 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 مسكن. هي ده مسكن هو. المهم يعني المهم ايه السؤال بالضبط? ما سؤالك? السؤال دلوقتي انا انا امتناعك عن اولادي في موضوع ان انا اصرف عليهم ده ان انا ما يتعشى هتفعل فيس مرتين يعني اتبع مرة في المحكمة. ومرة الولادي دلوقتي انا كده معنا اولادي اكون اهتم على اولادي يعني. تقول ظالم اولادي يعني? لا ممكن نعمل شيء اخر. نعم. انك سدد النفقة التي تدفعها بطريقة موثقة. اه. تؤمن نفسك. المهم يفهم فيها عني. طريقة موثقة. حيث تدفع عنك هذه الطريقة الموثقة. اي شكاوة ولكن لا نستطيع ان نقول لك لا تنفق على اولادك. اي شكرا. اكون ايسم شعيك طبعا. انا اوزار الدولة. اولادك سيتسولون الناس الان. اولادك سيتسولون الناس. خالد مرجان عافاك الله. مش كال في الان قضايا وضعتها وضعتها امرأة سابقة. كان لها شأن في الدولة. قد اسمها الطلاق للنفور. الطلاق للنفور. غريبة هذه القضية. الطلاق للنفور طيب ما كان اسمها الخلعة. نسموها الطلاق للنفور. ترجع ديها الى تقدير القاضي يعني. مش عارف الطلاق للنفور دي كان انها كانت. فاطمة اعفوا ان امرأة ثابت ابن قيس نافرة من زوجها. واختلعت.